بحضور سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة رئيسة مجلس إدارة هيئة البحراء للسياحة والمعارض قام سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بزيارة إلى كل يدفات للضيافة وبهذه المناسبة أكدت وزيرة السياحة بأن قطاع التعليم شريك أساسي في جهود وزارة السياحة لتأهيل الكوادر الوطنية منوهة بدور وزارة التربية والتعليم في رفع الوعي السياحي لدى الطلاب فيما أشهد وزير التربية والتعليم بدور الكلية في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية في قطاع الضيافة والسياحة ومن جانبه قدم الشيخ خالد بن خليفة الخليفة المدير العام لكلية فاتل للضيافة شرحا تفصيليا حول مناهج وبرامج الكلية والخطط المستقبلية والاتفاقيات التي تربطها مع عدد من المؤسسات التعليمية والتدريبية